موسيقى كان موضوع هذه الجلسة هو الاجتهاد الفقهي في زمن كورونا حينما يكون الناس في أزمة وحينما يكون الناس في واقع معين وخاصة في زمن الأوبئة من المخول بالفتوى في هذا الزمن ومن المخول بأن يصدر حكم الشرعي أو يقول إن هذا هو حكم الدين في هذا الأمر الذي يحق له الفتوى والاجتهاد في هذا الأمر هو الفقه لكن ضمن المنظومة التي أشرت إليها سابقا ضمن المنظومة التي أشرت إليها سابقا بحيث لا يمكن الآن للفقه أن يستقل برأيه الفقهي ويفتي وقد رأينا كثير من الفتاوى الآن في الواقع بعيد تماما عن الوعي بالعالم ومتغيراته وتركيباته وإكرهاته التي يعيشها فلا زال يفتي بالنظر القديم وبالرؤية الفقهية القديمة التي لا نقول إنها ليست صائبة بالعكس هي صائبة ولكن النظرة الفقهية الجديدة أيضا هي صائبة لماذا؟ لأنها تنبني على معطيات وعلى اعتبارات جديدة خاصة فيما يتعلق بتحقيق مناطي الزمان أو ما يسميه الشيخ بن بيه بكل الزمان الذي هو عبارة عن قضايا مستجدة لم تكن من قبل فالذي يخول له الفتوى هو الفقه لكن بعد الرجوع بعد الرجوع وأكررها للمرة الثالثة بعد الرجوع إلى أهل الخبرة من علماء وأطباء وعلماء اقتصاد وسياسة وإلى غير ذلك من الأشياء الأخرى لأن هذه القضايا التي تهم الشأن العام هي ليست قضايا أفراد هي ليست قضايا أفراد لأننا نعلم أن الفتوى هي ليست ملزمة ليست ملزمة قضاءا ولا رياسة ولا إيالة ولكنها ملزمة ديانة لكن حينما يتعلق الأمر بقضية عامة بعموم الناس فهذه القضية ما ردها إلى الحاكم إلى ولي الأمر إلى السلطان إلى الرئيس لماذا؟ خاصة أننا نحن في زمن تغيرت في صورة الدولة وأنا الآن أتكلم من منطلق الواقع أو صورة الدولة الحالية لا أتكلم من خلال استرجاع نمط الدولة القديم أو من خلال المتخيل التاريخي أو من خلال الأمان التي في نفوس البعض نحن نتكلم الآن عن دولة لها مفهوم لها صورة لها مؤسسات لها إدارات لها أجهزة ينبغي أن تكون الفتوى التي تتعلق بالشأن العام فيها ملزمة ولا يمكن لأحد أن يكون ملزما بفتوى إلا إذا كان قد طلبت منه هذه الفتوى من الإمام العام أو من الإمام الأكبر الذي هو يشرف ويدبر شأن العام قضية أن الفقه أصبح مجرد شيء لإدفاء البركة على القرارات أظن أن هذا فيه نوع من التعصف لماذا؟ لأنه فيه نوع من الاتهام إن كان واقعا في بعض الجزئيات لا يجب أن يصبح قاعدة عامة أو نعممه لماذا؟ لأنه في نهاية الأمر يبقى فقيها ليست له السلطة التي يمكن أن يلزم بها ليس له الإمكانية التي يمكن أن يكون فيها فتوى ملإذا فهو يستشار ويعطي رأيه الفقهي فللحاكم أنذاك أن ينظر وتبقى العهدته على الحاكم في ذلك الوقت أما دائما أن نقوم بجلد هؤلاء الفقهاء أو العلماء ونسميهم علماء الصلاطين هذا الوصف إن كان في القديم يمكن أن يصح باعتبارات وفي سياقه الذي كان فيه الآن هذا الوصف أعطيت له اعتبارات أيديولوجية نكون صريحين فأي واحد الآن يقول لك عالم السلطان عالم السلطان عالم السلطة طيب يا سيدي لو آل إليك الأمر أنت فهل ماذا ستفعل هل ستلغي الدين من حياة الناس هل ستعدم الفقهاء لكي تتحرر من هذه القضية أم سيكون لك أنت أيضا مؤسسة فقهية ترجع إليها في تدبير شؤول الناس إذن فالفقه والمفتي هو لا يفتي إلا بالرجوع إلى أهل الخبرتي وإلى أهل الاختصاص يعني أن الفقهة ما أفتى بإغلاق المساجد إلا بعد أن تأكد له من الناحية الطبية أن هذه المساجد يمكن أن تكون بؤرة وباء كما يمكن هي الأسواق أن تكون بؤرة وباء المحلات التجارية والمولات وغير ذلك من الأشياء الأخرى والبعض يعترض يقول لك الأسواق مفتوحة والمساجد مغلقة يا سيدي لكل جهة اختصاص لكل جهة اختصاص والجهة القيمة على المساجد لا تزال ترى ومقتنعة بأن هذا الأمر هو في مصلحتي الناس خاصة أنها لا يمكن أن تضبط قضية الدخول إلى المساجد أو تعقيمها أو حماية المصلين فيها وما نراه في بعض الدول كماليزيا أو غيرها من الصلاة بالتباعد وتعقيم الداخلي هذا أصلا غير مضمون إذا كانت الأسواق والمحلات التجارية قد فتحت هذه مسؤولية أجهزة أخرى إذن فبالتالي نحن نحتاج إلى اجتهاد فقهي ونظر مقاصدي كجزء من الحل هذا مما لا شك فيه إذن فبالتالي يجب أن نكون موضوعيين شوية يعني لا بد أن يكون عندنا نوع من الموضوعية ونوع من الإنصاف في القضايا ولا نرمي التهمة كذا بهذه الاعتبارات إذن فيما يتعلق بالأمور العامة القطع فيها والحزم فيها والحسم فيها للإمام الأكبر الذي هو يتولى يعني الإمام الأكبر هذا بمصطلح سياسة الشرعية وإلا يمكن أن نقول الرئيس أو الملك أو الأمير أو أي جهة مخول لها أو حكومة برلمانية أو أي جهة مخول لها أن تنظم حياة الناس فهل يكون لرئيس الدولة أن يتدخل في توجيه الفتوى؟ طبعا أي رئيس دولة لا يمكن يعني من ناحية الدينية ومن ناحية الشرعية لا يمكن أن يتحكم في الدين وأن يحمل الناس على أن يفتوه بهواه أو بما يتمنى أو بما يروه هذا لا يقع وكل ما يقع من هذه الأشياء هو نوع من التأويلات ومن نوع من التفسيرات لأننا إذا أردنا أن نحاكم فتوى يجب أن نحاكمها إلى آليات معينة ليس إلى مجرد موقف سياسي أو إلى موقف أيديولوجي بهذا المعنى نحاكم الفتوى إلى الآليات وإلى المنهج الأصولي إلى المنهج الأصولي الصحيح الذي يتأسس على الكتاب وعلى السنة ويتأسس على اللغة العربية ويتأسس على الواقع لننظر هل هذه الفتوى صحيحة أو غير صحيحة هل هذه الفتوى توافق الشرع أو لا توافقه إذا كانت توافقه من أي زاوية وإذا كانت تخالفه من أي زاوية فهذا يدفعنا إلى سؤال هل فتوى المجتهد أو الفتوى الفقيه في زمن الأوبئة تكون ملزمة بالنظر الشرعي وبالخطاب الشرعي أن الفتوى في أصلها بما أنها ليست ملزمة في أصلها لكنها حينما تتعلق بالأمر العام وبالشأن العام هي ملزمة هي ملزمة ومخالفها يكون آثما مخالفها يكون آثما خاصة إذا كانت مخالفته لهذه الفتوى التي تهم الشأن العام ستقول بالضرر أو تنعكس بضرر أو مآلها إلى ضرر على المجتمع كله وعلى الأمة كله وليس على الأفراد أو على أفراد معينين صحيح واقعنا فيه مشاكل واقعنا فيه كثير من الاختلالات لكن هذه الاختلالات لا تعطينا الحق بأن نسود الصورة ونجعل كل من هو ضمن إطار الدولة أو ضمن إطار مؤسسة الدولة نجعله خاضعا لإرادة الحاكم أو أنه ميال لمن يدفع له هذا نوع من التجني الذي يجب أن نترفع عنه الجهاد الفقهي كذلك طرح السؤال حول الأطباء والممردين والشرطة والإسعاف والجيش الذين يتصدون الذين هم في الصفوف الأمامية في التصدي لهذا الوباء ولهذه الجائحة ماذا يفعلون في تعبدهم وفي في صلاتهم بالنسبة للأطباء والممردين المباشرين للمرضى المباشرين للمرضى هؤلاء الذين لا يستطيعون أن ينزعوا لباسهم كل مرة وينزعوا أحذيتهم أو الأدوات الوقائية التي يلبسونها من أجل الحماية فهؤلاء يدخلون ضمن إطار الضرورة الشرعية وضمن إطار ما يسمى في فقه بفاقد الطهورين فيجوز له أن يصلي على الحالة حسب قول المعتبر يجوز له أن يصلي على الحالة التي هو عليها ويمكن أن يصلي بالوضوء الواحد ويمكن أن يتمم إن كان ذلك مما يتيسر له أنه لما فرد هذا الحذر وفرد هذا الحذر الصحي وصدرت فتاوى من أجهزة تابعة للدولة نكون واضحين في ذلك وجدنا بعض الفتاوى الفردية بعض الفتاوى الفردية تصدر تعترض على هذه القرارات وتعترض على هذه الفتاوى وليتها كانت هذه الفتاوى يعني تخص كل بلد إنما نأتي بفتاوى مستوردة من بلدان أخرى ونسقطها على واقع بلداننا لنحكم بها أو نحاكم إليها فتاوى البلدان الأخرى بع العلم أن القاعدة العام أن الإجتهاد لا ينقض بالإجتهاد فما دام ذلك الفقيه الذي استوردت يا أخي الكريم فتواه وجعلتها معارضة لفتوى فقيه بلدك أو مؤسسة بلدك ماذا قد أفتب ذلك هو أفتبئ باعتبارات تخصه وبالتالي أنت ملزم بالفتوى التي تتعلق بالأمر العام بالفتوى التي تتعلق بالأمر العام في شأن بلدك لا دعوى لك أو لا علاقة لك بالفتوى التي تصدر عن شخص آخر في بلد آخر خاصة إذا كان فردا خاصة إذا كان فردا وقد رأينا كثيرا من الفتاوى الفردية ماذا أنتجت من فتنة في الدين ومن سفك للدماء ومن تلاعب بالدين ومن تعارض ومن اختلاف وتناقض داخل البيت الواحد وداخل الحي الواحد وداخل المدينة الواحدة بسبب أن واحدا أو مجموعة أشخاص خالفوا ما عليه أهل البلد كلهم واستوردوا فتوى من مكان آخر بدعوى أنها من أهل العلم المعتبرين وما أدرك بأنهم أهل علم المعتبرين وهم علي العين والرأس نحن لم يعدناش معهم مشكلة إطلاقا لكن أيضا الذين أفتوهم أهل علم معتبرون إذن فبالتالي إذا كنت أنت لا تعتبرهم فلا تفتن على الناس دينهم ألزم نفسك بما رأيته صوابا ولا تلزم الناس ولا تشنع عليهم فيما لا حق لك في التشنيع عليه إذن فالفقه وتجديد الفقه وتجديد صياغة وهنا أكيد أؤكد على هذا الموضوع تجديد صياغة الخطاب الديني أو الخطاب الفقهي يكون بدراسة المستجدات التي تقع وتكيفها ضمن القضايا التي كانت قد وقعت من قبل إن كانت دخلت ضمن جزئية من الجزئيات ألحقناها بها وإن لم تدخل ألحقناها بكلي ألحقناها بكلي وهذا هو الآن هو الغالب على الاجتهاد الفقهي وعلى النظر الفقهي في زمن الأوبئة وزمن الجوائح فالذي لا يفهمه الكثيرون أن لاجتهاد الفقهي ليس اجتهادا متسيبا هو اجتهاد منضبط له منهج له قاعدة تنطلق من وحدة الوحيين وحدة الكتاب والسنة تنطلق من اللغة العربية تنطلق من مقصدية الشارع الشارع في تشريعه لأحكامه تنطلق من من قواعد الشرع الكلية التي هي التيسير ورفع الحرج ومواكبة الواقع من خلال ما يسمى بفقه الواقع وكما يقول شيخنا بن بي يقول أن الواقع شريك في إنتاج الحكم أن الواقع شريك في إنتاج الحكم وأن الواقع هو بيئة التنزيل بيئة تنزيل الأحكام فنحن نحتاج أن نبيئ كل ما يستجد في حياتنا من الوقاع والقضايا نبيئه بناء على القضايا التي تعرض علينا ونحقق مناطتها إذن فبالتالي قضية الاجتهاد والفتوى هذه أنهيناها وستصدر فتاوى وصدرت فتاوى تتعلق بصلاة العيد وبصلاة التراويح وسنسمع فيها جدلا أيضا ونبدأ فيها دائما نفس الحرب ونفس المعركة بحيث نبدأ صلاة العيد سنة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم حرمتمون من المساجد وتحرمون من صلاة العيد ومن هذا الاجتماع يا أخي المسجد والمصلى هي معاني رمزية هي معاني رمزية معاني رمزية وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وطهورا يعني واضح من هذا الشيء بالنسبة لنا الأمر أو بالنسبة للفقه الأمر محسوم وبسيط وأبسط مما يمكن أن تتصوره إذا كانت هذه الصلاة وهذه التجمعات هذه التجمعات انظر مثلا في المغرب في المغرب امرأة واحدة خرجت وهي مصابة وركبت سيارة أجرة فقامت قيامة الناس مخافة أن يصيبهم فما بالك لو أن الأمر والناس الآن كثير من الناس يكتمون أنهم مصابون فما بالك إذا كانت تلك العشرات أو الآلاف من الناس التي ستجمع في مصلى العيد وفي المساجد تصل العيد وتتصابح فيما بينها وتتعانق وكثير من الناس لن يلتزم بالضوابط لا الشرعية ولا الصحية ولا القانونية فماذا سيكون المآل أن يكون المآل أن هذا الأمر أن يتوقف وستأذى أناس آخر والقاعدة أنه لا ضرر ولا درار ربك خاطبك بأي سر ما تستطيعه ربك خاطبك بالممكن ربك أو خطاب الله سبحانه وتعالى بين تقو الله حق تقاته وبين تقو الله ما استطعتم فمن تقو الله حق تقاته إذا أردت أن تكون نكون يعني صارمين من تقو الله حق تقاته أن تلتزم بالصلاة في بيتك وأن تلتزم بالإجراءات التي ينبغي عليك أن تلتزم بها ما دمت مأمورا ما دمت مأمورا لأن كل هذا لأن كل هذا هو في مصلحة حفظ نفسك في مصلحة حفظ نفسك والذي لا يفهمه الكثيرون أو يتعامى عنه الكثيرون يقولك يا سيدي أن الدين هو المقصد الأعلى على عين وعلى رأس ما قلنا شيء وأن الدين هو أصل كل الضروريات لكن ألا تعلم أن من المنهج أو من خصائص المقاصد أنها قابلة للإنزياح لتحفظ نفسها بمعنى أن الذي يكون في أعلى مرتبة قد ينزح أحيانا للمقصد الذي بعده أو الذي من تحته لكي يعود أقوى ولكي يعود أشد قوة مما كان عليه فإذا كانت الصلاة ضرورية للحفاظ على الدين فإن من الضروريات كذلك الحفاظ على النفس لأن النفس هي محل التكليف فأي دين يبقى إذا ضاعت هذه الأنفس ولا تقس على أمور كثيرة مما تقول مثلا أن انظر إلى أن الله سبحانه وتعالى فرد الجهاد وأوجبت تضحية بالأنفس من أجل إعلاء كلمة هذا اعتبار آخر هذا له سياقات أخرى أما الواقع الذي تعيش فيه الآن هو واقع له حيثياته والجهة فيه منفكة عما في ذهنك الجهة فيه منفكة عما في ذهنك إذن فتقييد المباح الذي هو مثلا الصلاة في المساجد وتقييد المباح الذي هو صلاة العيد في البيوت مع الأخذ بالرخص وعلى مبدأ التيسير هذا يدخل ضمن العدل الذي تقوم عليه الشريعة